السلام عليكم اتوكم العافية حبابي الطلاب بدنا نبلش الان في كتاب الانشطة والتمارين اللي معكم ندخل مباشرة على اول جزئية فيه اللي هي تجربة الكشف عن وجود الكربون طبعا خلفيلة علمية هون بحكي لنا انه الكربون عنصر مهم الكربون عنصر مهم يدخل بتركيب المركبات العضوية الحيوية جميعا يمكن الكشف عنه في المادة العضوية عن طريق تسخينها مع اوكسيد النحاس اذ يتأكسد الكربون ان وجد وينتج سي او تو الذي يتفاعل مع ماء الجير محلول هدوكسيد الكاليسيوم مسببا تعكره او تكدره هاي الخلفيل العلمي اللي عنده طيب الهدف من التجربة اللي هو انت بتتقصى وجود الكربون في المركب العضوي تمام استخدم المواد والادوات التالية كأسان زجاجيتان تحوي كل منهما اربع مل من ماء الجير الرائق سكر مائدة ملح طعام اوكسيد نحاس انبوبا اختبار ساعة كل منهما عشرة مل حاملة انابيب اختبار سدادات منطاطيات مذكوبات المنتصف ووصل اه وانبوبا وصل زجاجيان رفيعان على شكل حرف ال تمام مصدر حرارة وميزان ومنصب طيب شو بيحكي لنا بعدين ارشادات السلامة انت شو مطالب في التجربة انت مطالب في الهدف من التجربة والادوات السخنة منها في التجربة تمام استعمال مصدر الحرارة وميزان السخنة بيحذر هي ارشادات السلامة العامة ملحوظة يحذر ماء الجير الرائق باذابة هاي مطلوبة معك هيدروكسيد الكاليسيوم في ماء مقطر حتى الاشباع ثم تصفيته طيب خطوات اللي عندي بتقرأها بتقول لك بنقيس احنا اثنين قرام من سكر المائدة وستة قرام من اكسيد النحاس ثم اضع الكتلتين في امبوب الاختبار تمام حلو يعني جاب امبوب اختبار زي هي حط في مين حط في سكر مائدة وحط في اكسيد النحاس اللي هو اثنين قرام مع ستة قرام تمام اوكي ادخل احد طرفين امبوب الوصل الزجاجي في ثقب السدادة واثبتها طيب من هو بدي يوصل لوين لهون ثم اعلق امبوب الاختبار بالحامل ثم اضعه هالمنصب فوق الحرارة تمام يعني هو بتحط انت هون ايش حرارة تمام حلو الان الاحظ او الاحظ اوقي اللهب بنسن تحت الامبوب الاختبار مصدقائب وملاحظا ما يحدث الماء الجير في الكأس السجاجية تمام وبنقيس اثنين قرام من ملح الطعام وستة قرام من اكسيد النحاس ثم اضع الكتلتين في امبوب اكتبار نفس الكلام بكرر خطوة بحط حرارة وبتوصل الان هذا الانبوب بوصل هون مع امبوب اخر تمام وانا في عندي ماء الجير ماء الجير تمام الان انت او خلينا اوضح لك يا ابتركة ثانية هون نوضحها هون انا بجيب الانبوب الاول بجيب الانبوب هون تمام بوصله مع امبوب اخر هون تمام وانا عندي انا ماء الجير ماء الجير تمام وانا عندي انا اكسيد النحاس محطوط اكسيد النحاس واي مادة وكيف حاصة اول مرة حط عليها مين حط عليها سكر الماعدة احنا بنعرف سكر الماعدة مادة عضوية وعطاها هون ايش حرارة صبر عليها شوي طلع هون على ماء الجير لقى انه ايش صار فيه تعكر هذا دليل انه في عندي سي او تو تم انتاجه من هون واجه لهون سبب تعكر وتكدر ماء الجير تمام لعية الان تمام طيب نفس التجربة لحالة ثانية لما حط ايش لما حط لما حط ايش تات طلع هيحطهم مرة ثانية عندي هون اكسيد النحاس اكسيد النحاس حط عليه ملح الطعام اللي هو الان اي سي ال موصول هون مع ماء الجير هون ماء الجير حسا ملح الطعام ما في ايش ما في كربون وبالتالي قد ما تسخن انت هون حرارة لن ينتج سي او تو وبالتالي هون كيف بكشيف انه ما نتج سي او تو عدم تعكر عدم تعكر وعدم تكدر ماء الجير فهذه الفكرة مهمة كثير معك في امتحان التوجيه سواء للعلمي او للفروع المهنية طيب تمام الان نيجي هون وفسر النتائج التي توصلت اليها النتائج اللي توصلت اليها انا شو بحكي بحكي يتعكر ماء الجير يتعكر ويتكدر يتكدر ويتعكر ماء الجير عنده انتاج سي او تو من المادة التي يتم تسخينها مع اوكسيد النحاس سألناها حالتين لما سخننا مع سكر المائدة صار فيه ايش تعقر يعني هاي المادة تحتوي على ايش على كربون لما سخننا مع ملح الطعام ملح الطعام كان عدم تعكر وعدم تكدر لان هاي مادة غير عضوية وفسر او اتوقع سبب استخدام ملح الطعام في الانبو الثاني الان احنا استخدمنا ملح الطعام اللي هو ن اي سي ال كعينة يسموها ضابطة انه احنا بنعرف انه ملح الطعام مادة غير عضوية ما فيها كربون وبالتالي لن ينتج منها ايش لن ينتج منها اللي هو سي او تو ولن يتسبب ذلك في تعكر و تكدر ماء الجير طيب طيب نيجي هون الان على مين على اسئلة التفكير تعرف السكريات متعددة او تعرف السكريات متعددة المكونة للنشا قال لك تعمل النباتات على تخزين الجلوكوز في النشا الذي يتكون بنعرفها احنا اخذناها من اميلوس على شكل سلاسل غير متفرع من الجلوكوز و اميلو بكتين على شكل سلاسل ايش مالها متفرعة في بعض المواقع وحكينا اميلوس دائما نسبته من 20 الى 30% في النشا و الاميلو بكتين بيكون من 70 الى 80% طيب لانه بيحكيني في الجدول هذي وبين الجدول الاتي نسبة كل من الاميلوس و الاميلو بكتين في عينات للنشا مستخرجة من اربع نباتات مختلفة يعني في القمح نسبة الاميلوز 26% بتكون الاميلو بكتين 74% كم اجمعهم بيطلع 100% دائما البطاطا الحلوة 23 مع 77 هون 24 مع 76 17 مع 83 تمام ايش بيحكي لك اول سؤال احسب متوسط النسبة المئوية للاميلو بكتين في النباتات الوارد ذكرها يعني انا بده نسبة ايش متوسط افوا متوسط النسبة لاميلو بكتين هاي الاميلو بكتين انا عندي كم عينة كم واحدة واحدة ثلاثة اربعة بجمعهم اربعة وستة عشرة سبعتاش وثلاثة عشرين صح سبعتاش وثلاثة صفر بالياد اثنين طيب ثمانية عشرة واحد وعشرين واحد وثلاثين ثلاثين واحد وثلاثين تقسيم قديش تقسيم اربعة لانهم واحد اثنين ثلاثة اربعة بيطلع معاك لوها سبعة وسبعين بوين خمسة بالمئة هذا جواب السؤال الاول المتوسط المعدل يعني اي نوعي السكريات المتعددة نسبته اعلى في النشأ المخزن في النباتات الاميلوز ام الاميلوبيكتين احنا اصدر هاي حافظينا هفو انه الاميلوز بتكون نسبته دائما اقل من 20 إلى 30% لو طلعت هون دائما بتلاقي نسبة اميلوبيكتين اعلى من ايش من الاميلوز فالجواب هون هو ايش هو الاميلوز لان احنا بنعرف هاي من 70 إلى 80% بينما هاض دائما من 20 إلى 30% فهذا نسبته هي الآن سؤالي بعده من نسبة المئوية للاميلوز في نشأ الارز اذا بلغت نسبة الاميلوبيكتين 79 لا كيف بدأ حلو برجع هون على الارز هل في عندي ارز هون في السؤال لا ما اعطاني في الجدول اذا بحل من هون على اللي انا بعرفه انا بعرف انه مجموع الاميلوز مع اميلوبيكتين بيسوي النشأ 100% فانا شو بحكي هون نسبة الاميلوز هون تساوي 100% ناقص نسبة الاميلوبيكتين اللي هي 79% ويساوي الجواب 20 21% تمام اتوقع بناء على معلوماتي عن تركيب كل من الاميلوز والاميلوبيكتين الآن شو بنعرف عنه سلاسل غير متفرعة بينما اميلوبيكتين سلاسل متفرعة في بعض المواقع بعض المواقع تمام ايه وعمل طبعا حسب معلوماتك عن تركيبهم هاي معاي تركيبهم وعن عمل الانزيمات الهاضمة اللي خدنا في درس الانزيمات تمام ايهما اصرع تحولا الى وحدات اصغر مفسرا اجابتي انا بحكي لك الان لو جبنا نفس الانزيم اللي بده يهضم على الاميلوز سلاسل غير متفرعة تمام يعني هيها بده يشتغل تمام لو جبنا نفس الانزيم على الاميلوبيكتين نفرض انه هيه تمام نفرض فيه بس تفرع واحد تفرع واحد هي التفرع الان لو طلعت انت مين مساحة سطحه اكبر هاذ ولا هاذ اعطيك لون ثاني عشان تفهمها فهم ما بد ديات تحفظها حظم هون المساحة هايها المنطقة هاي هيك مثلا تمام تعال هون هاي المساحة هيك كيك 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 لانه فيه تفرع فالمساحة اكبر اذا مساحة السطح للتفاعل هون مساحة سطح تفاعل اكبر مساحة تفاعل اكبر وبالتالي بيكون الاسرة تحولا وهضما الى وحدات اصغر هو الاميلوبيكتين ليش لانه فيه تفرعات فيه تفرعات تمام وبالتالي الانزيمات تحتاج الى مساحة سطح اوسع لتعمل بسرعة لتعمل بسرعة طيب اي المادتين الاتيتين شو مالهم اي المادتين الاتيتين اسرع تحرير الطاقة المختزنة فيها عند تناولها القمح ام البطاطا بحكيله الاكثر نسبة للاميلوبيكتين كلما زادت نسبة ااميلوبيكتين زادت مساحة السطح وبالتالي زادت سرعة التحرير للطاقة قمح ولا بطاطا منيجي هون قمح ولا بطاطا القمح 74 البطاطا 3 80 الجواب عايز يكون اللي هو البطاطا البطاطا الجواب هي البطاطا لانه نسبت 83 في المية فيها طيب الديد 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 ينقل الكوليسترول من الكبد الى الدم تمام ويعرف بالكوليسترول الضار البروتين الاخر هو الدهني ذو الكثافة المرتفعة اللي هو HDL يعرف بالكوليسترول النافع ينتقل او ينقل عفوا الكوليسترول من انسجة الجسم الى الكبد تمام حيث تم عملية ايضوه وافرازه الان يذكر ان مستوى الكوليسترول الكلي في الدم يمثل مجموعة الثنتين HDL وLDL ومركبات كوليسترول اخرى يعني ثلاث شغلات مش واحدة انتبع الى ثبت طبية ان ارتفاع ان لي ارتفاع مستوى الكوليسترول الكلي ومستوى LDL صلة بزيادة خطر الاصابة بامراض القلب والاوعية الدموية تمام يمثل الرسم البياني نتائج دراسة هاي الرسم هاي نتائج دراسة اعدها مركز طبي في الاتحة الامريكية وشملت قياس مستوى الكوليسترول الضار في الدم او الضار في الجسم لدى 27939 امرأة من القاطنين فيها الى جانب ضبط عوامل اخرى التي يمكن ان تؤثر في امراض القلب والاوعية الدموية تمام وقد خضعت هؤلاء النسوة للمتابعة لمدة ثمان سنوات في المتوسط وسجلت في هذه الاثناء حالات طبية او حالات اصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية مثل انسداد الشرايين التاجية تمام انتبه عليها هاي وحالات وفاة بسبب هذه الامراض يعني في الاخير انتبه عن جملة هاي سجلت في هذه الاثناء حالات اصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية مثل انسداد الشرايين التاجية وحالات وفاة بسبب هذه الامراض طيب نيجي هون نفهم الرسم اللي حاط لي هون وانا حاط لي هذا المحور اللي هو مستوى LDL في الدم وهون حاط لي هذا المحور اللي هو الخطورة النسبية للإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية الان بلاحظ لما كانت القيمة من 97.6 إلى 115.4 كانت الخطورة النسبية للإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية تحت الواحد طيب يجي هون زاد لك قيمة LDL قال لك إذا كانت أكبر من 115.4 لغاية 132 برضو شو بصير بالزيد صارت أكثر من واحد فبلاحظ أنا كلما بزيد كلما أزيد LDH LDL بزيد احتمالية الإصابة يعني العلاقة هو شو بتكون علاقة طردية علاقة طردية تمام لغاية الآن واضحة واضحة نجي على أول سؤال هل توجد علاقة بين زيادة خطر الإصابة لمرض قلبي وعائي أوكي ومستوى الكوليسترول للضار في الدم أفسر إجابتك مرض قلبي وعائي طبع أنت اللي حط لياه هو شو هي الخطورة النسبية بأمراض القلب والأوعية قلبي وعائي نعم هناك علاقة هو بيقول لك هل في علاقة آه في علاقة نعم يوجد عندي علاقة والعلاقة إيش نعم يوجد علاقة طردية حسب النتائج اللي انت قلت إياها في الشكل اللي هو تمام هاي كل ما تزيد انت LDL تزيد احتمالية الإصابة حلو هل يمكن القول أن ارتفاع مستوى كسوة ظرف الدم أو في الجسم مرتبط بالزياد خطر الإصابة بالنوبات القلبية النوبة القلبية ليست مرض قلبي وعائي هاي شغل شرايين هاي شرائين تاجية مثلا شرائين تاجية بحكي له لا لا يوجد أو لا يمكن القول لا يمكن ذلك ليش لأنه انت اللي معطين إياه هون هي علاقة بين أمراض قلبية وأوعية دموية مع LDL مش علاقة مع شريان تاجي لا قل لك مثل انسداد الشرائين تاجية هاي مش العلاقة هاي اللي بيحكي عنها تمام طيب هاي خلصنا نجي الآن على أثر الحرارة في نشاط التريبسين الخلفية العلمية يحفز انزيم التريبسين تحلل بروتين الحليب اللي هو اسمه كازاين الحليب الذي يعطي الحليب لونه الأبيض فيتحول إلى عديد ببتيد عديم اللون ما يؤدي لاختفاء اللون الأبيض للحليب يعني الحليب لونه أبيض لأنه فيه بروتين اسمه الكازاين الآن فيه بروتين فيه انزيم اسمه انزيم التريبسين إذا بتضيفه الكازاين بيحوله لعديد ببتيد عديم اللون وبالتالي إذا ضفنا على الحليب هذا التريبسين الحليب يفقد اللون الأبيض واضح هاي واضح الهدف من هذه الدراسة اللي هي دراسة أثر الحرارة في نشاط الأنزيم نحن نعرف أنه فيه عندنا حرارة مثلة يكون فيه قمة نشاطه وفيه عندك أقل حرارة بيعمل عندها وفيه عندك أكبر حرارة بتحمل ها بيعمل عندها أي انزيم في الدنيا والعلاقة دائما هي صح تمام نيجي هون الأدوات قال لك استخدمت 15 مل من التريبسين و15 مل من الحليب الساعل لون أبيض أوكي وثلاث أنابيب اختبار مقياس حرارة أوكي حامل أنابيب مأصنبور قلم تخطيط ثلاث كؤوس ساعة كل منها 250 وجليد ومخباران مدرجان ومصدر حرارة استعمال الماء الساخن بحذر عشان ما تنحلي الخطوات شو عامل لي هون طلع اللي عامل لي هون هاي الأنبوب واحد اثنين ثلاث الثلاثة حط فيهم حليب الثلاثة حط فيهم حليب هس رح نقرأ والثلاثة رحط عليهم انزيم بس الثلاثة فيه اختلاف بينهم في ايش في درجة الحرارة في درجة الحرارة الآن احنا انزيم التربسين بدنا نشوف درجة الحرارة المثلة بيكون عند المثلة التفاعل السرع ما يمكن طب كيف بنعرف بيتغير لون الحليب بسرعة وصلت تمام طيب حرارة مرتفعة جدا ما رح يتغير لون الحليب للنزيم والشغال حرارة منخفضة جدا ممكن يتغير في بعض وقت كبير يعني بده وقف تمام اركم انابيب الاختبار من واحد الى ثلاث ثم اضع علامة X عليها ثم اضع كل انبوب على حامل الانبيب الاختبار رقم وحط عليها X اضع في كل انبوب اختبار 5 مل من الحليب حط حليب قلت لك رايحط حليب هون اذا حط هون حليب اضع في الكأس الاولى ماء بدرجة حرارة 20 ثم اضع في الثانية ماء بدرجة حرارة 40 ثم اضع في الكأس الثالثة ماء بدرجة حرارة 80 واحرص ان تظل الحرارة في جميع الكؤوس ثابتة ماشي هون بحط ثالث هون بحط ثالث هون بسخن وهون بدك يدبر يدبر حاله حسب شغله اكيد هون يحط حرارة كمان مستخدما التسخين او التجليد انه احط جليد يعني اذا لازم ذلك اضع عمبوب الاختبار الذي يحمل الرقم واحد في الكأس الاولى تمام في الكأس الاولى ثم اضع عمبوب الاختبار الثاني يحمل الرقم اثنين في الكأس الثاني ووضع الثالث في الرقم ثلاث مراعي انه تكون علامة اكس ظاهرة لي اي ان تكون على الجه الاخرى يعني هو لما جاب لما جاب هم حط عليها اكس زي هي الان الحليب مغطي عليها الاكس لما انت حطيت الحليب هي مغطي عليها الان اختفى الحليب راح تقدر تشوف الاكس ما اختفى ما راح تشوف ايش الاكس هاي الفكرة وضيف الى كل امبوب خمسة ملين انتين كريبسيين هاي يضع انزيم ولاحظ بقاء لون الحليب او اختفاءه ثم احسب الوقت المستغرق لظهور علامة اكس تظهر علامة اكس ماشي عنده اختفاء لون الحليب الابيض يبطل ايش بطل ابيض شو بصير عديم لون يكون الانزيم اشتغل تمام حلو تعال هون وصنف الانابيب الانابيب ظهرت عليها اكس وانابيب لم تظهر عليها علامة اكس الان راح يظهر في الانبوب ايش مثلا الانبوب اللي في انتها عندك عشرين وعندك اربعين وعندك ثمانين الحرارة هون لم تظهر نحكي هون تظهر هون تظهر بس بدها وقت كبير وقت اطول احتاجا استنتج هرارة المثلاني عمل انزيم تريبسين بلاحظ انه تقريبا ايش اربعين درجة سلسيص وفسر سبع عدم نظور علامة اكس على احد الانابيب احد الانابيب ليش لانا بقول ايش الحرارة المرتفعة اعلى من المثلة بكسير تغير شكل المواقع النشطة للانزيم فيفقد القدرة على الارتباط بال متفاعلات ما هي بقدر يرتبط مع ما هو متفاعل تمام حيلو اي خلصنا اثر رقم الهيدروجيني ايضا في نشاط الانزيم في تجربة لاستقصاء اثر رقم الهيدروجيني في نشاط انزيم الكتاليز الذي يوجد في جمال خلال الكنارة الحية التي تتنفس هوائيا ويعمل على تحليل مركب فوق اكسيد الهيدروجين الذي يعد ناتج ثانوي سام لعملية ترفز الخلوي وضع خمس مل فوق اكسيد الهيدروجين في ست الهيدروجيني اختبار كلهم على حدة وقد استخدم التجربة كميات متساوية من قطع البطاطا في الانبيب الثلاث الاولى بوصفها مصدر لانزيم الكتاليز استخدم البطاطا لانه هي تعطي ايش كتاليز الذي يعمل على تحليل فوق اكسيد الهيدروجيني وفقا للمعادلة التالية هاي المعادلة بعد ذلك شو صار عندي بعد ذلك ظبط الرقم الهيدروجيني وكانت كمية الهيدروجيني متصاعدة من كل انبوب كما في الجدول الاتي عندي من واحد الى ستة المادة المضافة ثلاث مل ثلاث مل ثلاث مل من مين كتاليز هون ضفنا بس ماء على اربعة وكمس ستة الرقم الهيدروجيني هون ثلاث هون سبعة هون تسعة ثلاث تمام هون نفس الكلام حم متعادل وهون قاعدي تمام كمية الغاز المتصاعدة هون قليلة هون قليلة هون كبيرة هون لا يوجد وهون لا يوجد وهون لا يوجد شوف هم تنتهز عرفنا انه البي اتش الملائمة لعمل انزيم الكتاليز هي المتعادلة وسط متعادل وصنف البي اعني�ھب تصاعد منها غاز اكسجين ко мне لم يتصاعد منها هذا الغاز بلاحظ انه الي تصاعد منها واحد واثنين وثلاث لم يتصاعد منها الي هي اربعة وخمسة وستة بين عنده ماشي واحد واثنين وثلاث ماشي على ما يدل تصاعد غاز او من الاب Life تحمي ارقام واحد واثنين وثلاث بحكي على ايش أن الكتاليز قد عمل على أكسدة H2O2 هيا طاقي إياها أصلاً معلومة هو يعمل على تحليل مركب فوق أكسيد أفوت تحليل وليس أكسيد يعمل على تحليل الرقم الذي يجري الأمثل الذي عمل كتاليز مفاشل إجابتي وجدنا أنه هو 7 لماذا؟ تفسير إجابتك أكبر كمية أكسجين ناتجة عند هذا الرقم عند هذا الرقم اللي هيا هون عند 7 أكبر كمية أكسجين ناتجة تمام؟ طيب ما ساب استخدام الماء في الألبيب التي تحمل الألقام؟ عينة ضابطة عينة ضابطة تمام هاي خلصناها مستوى هرمون أثيروكسي في معدل استهلاك الأكسجين تحافظ الثديات والطيور على درجة الحرارة لإجسامها ثابتة نسبيا لأن طريق الحرارة الناتجة من عند التنفس الخلوي وما إن تنخفض درجة الحرارة لإجسام هذه الحيوانات بتصبح أقل من درجة حرارة الجسم الطبيعية تمام؟ حتى تستجيب خلاياها لذلك بتقليل كفاءة الميتوكندرية في إنتاج الـ ATP ولكي يستطيع الجسم إنتاج زيئات ATP التي يحتاج إليها فإنه يزيد من أكسدة المواد العضوية مثل الجلوكوز تتحرر كمية إضافية من الحرارة لتدفع الجسم لأنه حسب معادلة التنفس الخلوي يتم إنتاج ATP وحرارة كناتي وقد افترض أبحث عنه أن هرمون الغودة درقية هي التي تنظم هذه الاستجابة زي أثيروكسي تمام؟ في دراسة لقياس نشاط سلاسل نقل الإلكترون في خلايا الكبد لفئران متباينة فيما بينها من حيث مستويات هرمون الغودة الدرقية قول هنا معدل استهلاك الأكسجين لكل من هذه الفئران وكانت النتائج كما في الججول التالي الآن مستوى الهرمون إذا كان منخفض معدل استهلاك كان 4.3 لم يكون مستوى الهرمون طبيعي بيكون 4.8 أكثر الاستهلاك الأكسجين لم يكون مرتفع بتكون 8.7 يعني بنلاحظ هنا كلما زاد مستوى هرمون الغودة الدرقية تمام؟ يزداد استهلاك الأكسجين هيك فهمنا في أي الخلايا كان معدل استهلاك الأكسجين أعلى ما يمكن؟ بقول له اللي كان فيها ذات مستوى الهرمون المرتفع في أي الخلايا كان معدل استهلاك أقل ذات المنخفض المنخفضة مستوى الهرمون الثروكسين تمام؟ نجح على اللي بعدها أخذت من بعض هذه الفئران عينات من خلايا الكبد أيهما كانت حرارة أسامها هي الأعلى هسا اللي بتكون أعلى اللي بتكون إيش؟ الأعلى حرارة جسم هي الأعلى مستوى إفراز هرمون الدرقية ليش؟ لأنها بتستهلك أكسجين أكثر يعني بتعمل تنفس خلوي أكثر تمام؟ حلو أيهما كانت حرارة أعلى هاي كلما زاد بتكون اللي هي مرتفع هاي بتكون أكثر واحد عملة تنفس خلوي كيف تدعم هذه النتائج الفرضية التي وضعها الباحثون؟ الفرضية التي وضعها الباحثون إيش كانت؟ هاي تعالني يجي هون 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 غودة هي لتنظم الاستجابة من خلال إيش؟ يعني إذا كانت الحرارة منخفضة وما أن تنخفض حرارة أسام هذه الحيوانات تصبح أقل من حرارة الجسم الطبيعية حتى تستجيب بتقليل كفائة الميتوكندرية في إنتاج سي أو توم نيجي الآن على التكامل بين التنفس الخلوي والبناء الضووي بحكيلة في تجربة لإثبات العلاقة بين عمليتي التنفس الخلوي وبناء الضووي حضرت أربع أنابيب اختبار تحوي ماء مذاب فيه كاشف عن غاز في عمليتي الكربون ووضع نباتة الودية في اثنين منها جابوا نباتة الودية ثم يعينهم للنباتات ثم أغلقت الأنابيب بإحكام بعد ذلك عرض للضوء الأنبوب الذي يحمل الرقم واحد تمام والأنبوب الذي يحمل الرقم اثنين يعني أما رقم ثلاث ورقم أربعة فقد غلفا جيدا بورق الألمنيوم يعني عنا أربع أنابيب عندي واحد واثنين وعندي ثلاث وعندي أربعة واحد واثنين وثلاث وأربعة حطوا فيهم الودية تمام؟ حلو لا حطوهم باثنين ثم أغلقت الأنابيب بإحكام بعد ذلك عرضها للضوء الأنبوب الذي يحمل واحد واثنين حطوا عليهم ضوء إذا حطينا هون ضوء تمام؟ أما الأنبوب الذي يحمل رقم ثلاث وأربعة حطوا عليهم ألمنيوم حطوا عليهم ألمنيوم تمام؟ ليش؟ طيب هسا منشوف يعمل الكاشف المستخدم على تحويل الماء إلى اللون الأصفر هذه أهم فكرة إذا كانت نسبة CO2 مرتفعة ويعمل على تحويله إلى الأخضر إذا كانت CO2 متوسطة بيصير أخضر ويعمل على تحويله إلى اللون الأزرق إذا كانت نسبة CO2 قليلة ممتاز طيب هضو نلخصه محنك يبنلخصه، ماسا بنلخصه بنلخصه، بنلحطهم وين بس هون بلا نحط نسبة CO2 هون نسبة CO2 في عندك من خافضة وفي عندك متوسطة وفي عندك مرتفعة حلو؟ تمام الآن شو بيصير في لون الماء؟ لون الماء هون هون لون الماء لما أعطاني الأولى قال لك بيصير لونه أزرق إذا كانت قليلة، المنخفضة بيصير اللون أزرق والمتوسطة أخضر وهاي أصفر، بس خلي نتأكد منهم، يعني نتأكد منهم تعال، تحويله إلى الأصفر إذا كانت نسبة مرتفعة، وأخضر إذا متوسط، صح؟ هاي نلخص لك إياهم أنا، هيك لخص لك الحكي لطاك إياه للكاشف، تمام؟ هاي هذا التلخيص تبعه، حلو إيش بده بلا تعال على الجدول هون؟ رقم الأنبوب، رقم واحد ورقم اثنين، رقم واحد ورقم اثنين البيع المحيطة بالنبيب معرض للضوء، المحتويات، رقم واحد كان فيه نبات الودية، هذا نبات تمام؟ وهذا من دون نبات، الآن كونه فيه نبات ودية، لون الماء في بداية التجربة كان أخضر بعد مرور 12 ساعة، صار اللون أزرق، فكلمة أزرق إحنا أخذنا أزرق إذا كان CO2 منخفضة شو معنى هذا الكلام؟ فسر لي نبات، حطيته لمدة 12 ساعة معناته دعم البناء ضوئي، ما ديستهلك CO2، شو بحكي هون؟ CO2 منخفض هذا دريق على إيش؟ على حدوث بناء ضوئي، لأن البناء الضوئي بيستهلك CO2 تمام؟ من دون الودية، اللون كان أخضر، شو صار؟ ظل أخضر معناته هون CO2 كانت متوسطة، صارت إيش؟ مرتفعة، هون كانت متوسطة CO2 وهون ظلت إيش؟ متوسطة، ليش؟ لأنه فيش نبات يستهلك CO2 طيب، نيجي هون، اللي مغطى بورق الألمنيوم، يعني غير معرض للضوء غير معرض للضوء، معاتم ما رح يصير إيش عندي بناء ضوئي، أو رح يصير قيل جداً الودية في نبات موجود، كان اللون أخضر، أخضر يعني متوسطة نسبة CO2، نسبة CO2 متوسطة، صارت أصفر، يعني إيش؟ يعني مرتفعة CO2 مرتفعة، نسبته مرتفعة، هاي، المرتفعة بتصير إيش؟ بتصير أصفر طيب، من دون الودية فيش نبات؟ أخضر اللي هو متوسطة، ظلت متوسطة طيب تعالي نفسر هاي، نبات الودية كانت النسبة متوسطة وارتفعة طيب ليش ارتفعت؟ آه، هاي مؤشر لإيش يبدأ أحكيه الآن؟ هسا النباتات كائن حي، فيها تنفس زيك، أنت يا إنسان، يعني أنا بعمل تنفس خلوي، بس تهلك فيه إيش؟ بس تهلك فيه الأكسجين، وبحرق الودغوز، وبطلع إيش؟ وبطلع CO2 النباتات نفس الكلام، بس هانا الحكيه بختلف النباتات في النهار تقوم بالبناء الضوي، في الليل ما بتعن بناء الضوي فهون لما يكون عندي نبات مغطى بورق الألمانيوم، فيش نبات، فيش أنا إيش بناء الضوي، في إيش تنفس خلوي، تنفس خلوي اكتب معادلة التنفس الخلوي والبناء الضوي حس التنفس الخلوي، سي سيكس، أتش تول، أو سيكس، زائد سيكس، أو تو، بعطيني سيكس، سي أو تو، زائد سيكس، أتش، تو، أو، زائد إنيرجي اللي هي طاقة، حرارة، وايش؟ حرارة، في عندك برضو، إي تي بي، هاي معادلة من التنفس الخلوي أما البناء الضوي، معادلته، سي أو تو، زائد أتش، تو، أو، ستة بستة، المعادلة النهائية دير بالك تحت الكتاب بوجود كلوروفيرو إنزيمات، تمام؟ بيعطيني سي سيكس أتش تول، أو سيكس، زائد أو تو قديش، ستة، هاي معادلة البناء الضوي، طيب تمام؟ نجع النباتات، النباتات تعمل بناء ضوئي في النهار، في الليل بتعمل تنفس حلو تمام؟ عشان هيك إحنا بنحاول مننام في غرفة مغلقة، فيش فيها تهوية، فيها نباتة، لأنه بصير النباتة يستحلك معك إيش أكسجين طيب، استنتج سبب تحول الماء في الأنبوب رقم واحد إلى اللون الأزرق، باجي هون، رقم واحد، هاي رقم واحد، كان اللون أخضر صار أزرق، شو السبب؟ سي أو تو منخفض، طيب ليش انخفض سي أو تو؟ لأنه هذا نبات بيعمل بناء ضوئي، بقولك استددت السبب؟ بقوله حدوث البناء الضوئي، الذي يستهلك سي أو تو، فأصبحت نسبته قليلة، منخفضة يعني، لما صارت النسبة منخفضة، صار لونه إيش؟ أزرق، تمام، حلو التفكير، سؤالي بعده، سبب تحول استنتج؟ الماء في رقم ثلاث إلى اللون الأصفر، وين رقم ثلاث؟ باجي هون، رقم ثلاث، رقم ثلاث هايو، كان متوسط أخضر صار أصفر له مرتفع، طب ليش ارتفع؟ لأنه هذا نبات، بس ما قدر يقوم في بناء ضوئي، عمل تنفس، عمل تنفس، بحكيه لي هون، استهلاك الأكسجين، وإنتاج سي أو تو بالتنفس، لمين؟ للنباتة، السلب ما في ضوء، ما في ضوء، فصار اللون أصفر، وأصفر قلنا يعني مرتفع، هاي، لأنه مغطى، ورق المينيوم يمنع دخول الضوء إلى هذا النبات، وبالتالي لن يقوم في بناء ضوئي، فبصير يستهلك إيش أكسجين، بيعمل كأنه بعمل إيش؟ تنفس، بصير ينتج إيش سي أو تو، بترتبع مستوى السي أو تو، اللي بعده، أتوقع سبب استخدام الأمبوب الذي يحمل رقم اثنين، والذي يحمل رقم أربعة، رقم اثنين ورقم أربعة، بل الله تعال هون، رقم اثنين، أمبوب، في نبات؟ لا، ما في نبات، فبستخدمك عينة إيش ضابطة، هي أخضر أخضر، رقم أربعة، أخضر أخضر، إذن هي عينات ضابطة، عينات ضابطة، عينات ضابطة، تمام؟ ماذا سيحدث للون الماء في الأمبوب رقم اثنين إذا نفخة فيه باستعمال مصة؟ جبت مصاصة، وقعت أنفخ أنا على الأمبوب رقم اثنين، وين رقم اثنين؟ تعال، هاي رقم اثنين، فيش نبات؟ بس أنت لما تنفخ، بتزيد جاعد مستوى تركيز CO2، لأنه أنت بتنفخ زفير، والزفير بيطلق ثاني أكسيد الكربون، صح؟ فأنت بتزيد مستوى CO2 هون، فلما يرتفع CO2، شو بيصير اللون؟ أصفر، فهو بده بس إيش؟ اللون، يصبح لونهم أصفر، بسبب زيادة نسبة CO2، من مين؟ من الزفير، تنفخ مصاصة، تمام؟ بحكي لك هون، لماذا ينصح بإبعاد النباتات عن غرف النوم ذات التهوية المحدودة ليلاً؟ بحكي لأن النبات، لأن النبات ليلاً يستهلك الأكسوجين بالتنفس، وينتج عنه CO2، الآن زيادة نسبة CO2، تزيد خطورة الإختناق، خطورة الإختناق للبشر، تقل بزيد مستوى CO2، فهذا بيقلل أكسوجين، ليش؟ لأنه زيادة CO2 راح تقلل نسبة مين؟ الأكسوجين، من وين بيقل؟ هو من استهلاك النباتات إله، فأنت في غرفة مسكّرة، أنت والنباتات قاعدين مع بعض، وفيش تهوية بالمرة، أنت بتستهلك أكسوجين، والنبات بيستهلك أكسوجين، تمام؟ الآن ممكن إن طولتوا مع بعض أنتوا، النبات يسبب إختلاق إليك، ليش؟ لأن النبات بيستهلك أكسوجين، وبينتج CO2، وإنت نفس الكلام، تمام؟ بس لو في النهار، ياريت، ياريت، طبعا أنا شو أعمل في هاي الغرفة؟ أضوي لك الضو، خلي النبات إيش؟ ينعجج، إعجج النبات، فلت عليك كيف؟ يعني الضو أو الإضاءة في الليل على النباتات تتخليها تعمل إيش؟ بناء موئي، بسي تنتج أكسوجين، تمام؟ طيب، هاي خلصنا إليك إحنا اللي هو حل أسئلة ومناقشة كتاب الطالب، هذا الجزء الأول، رح يكون فيه جزء ثاني قريبا جدا، بس قبل ما تروح، لا تروح بعيد، تخليك قريب، بدنا نحكي كلمة بسيطة جدا، نحكيها دائما، بس خلينا أكتب لك هذا الرقم أولي شيء اسم سبعتين، عشرين واحد وثمانين خمسة ستة ثمانية، هذا رقم إيش؟ رقم الواتساب للأستاذ أسامة شعبان، بتحب، تواصل معي، تسأل أي سؤال، أي استفسار، أي مساعدة، حاب تنضم لقروب، فن الأحياء برضو ما عندي أي مشكلة، تصر على أوراق عمل، مراجعات للفصل الأول كاملة، امتحانات، خنفشارية، وأنا بعرف شو يعني خنفشارية لما أحكي لك هذا المصطلح، وبعيد و أكرر أنه تم عمل مراجعة للفصل الأول كامل بمدة لا تتجاوز الست ساعات ونصف، يعني أنت ممكن في يومين شي تحية لك مزبوط فجر مين الفصل الأول كامل، وتحل فوق المتين سؤال غير أسئلة ورق العمل، تمام؟ وآخر شغل بدنا نحكيها، من خلال هذا الرقم بإمكانك تعمل طلب وحجز لمين، بطاقة فصل ثاني، الوراثة يا قطاعات، يا من تبحثون عن الفل مارك، عن التمكن في المادة، يا ريت، أي حدا بده أي شي يتواصل معي، أستودعكم الله الذي لا تضيع وداياه.